يعني كان ضفنا المهندس جورج عياد بيعلق على موضوع هو طبعا جالنا النهاردة للستوديو وهو طبعا أكيد كان متحمس لهذه المباراة احنا عندنا سؤال مهم جدا النهاردة ماذا لو صدرت مصر الغاز لأوروبا؟ قبل كده الرئيس عبدالفتاح السيسي قال انه مصر جابت جون في موضوع الغاز احنا من العجز إلى الاكتفاء إلى احتمالية التصدير مصر مرشحة للتصدير الغاز لأوروبا بدلا من روسيا وده جو خطة كبرى مقدرة تقريبا من 195 مليار يورو مصر ودولتين تانيين هم المرشحين ان هم يكونوا بديل لروسيا في تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وزي ما قلنا ده ضمن خطة من الاتحاد الأوروبي ونشرتها كانت رويترز طيب هل احنا أمام بالفعل هذا السيناريو هذا الاحتمال ان مصر تكون مصدرة للغاز لأوروبا طبعا احنا زي ما قلنا في المقدمة ان مصر كانت عندها عجز حصل استثمارات كبيرة جدا في مجال الغاز ووصلنا للاكتفاء والاحتمالية الأخيرة هي احتمالية التصدير كان في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي هو بيتكلم على قد ايه تكلفة الاستيراد زادت لضع سواء في القمح سواء في البترول ولكن طرح سؤال مهم جدا ماذا لو مصر ما كانتش مكتفية بالغاز في وسط هذه الأزمة العالمية ما بين او لسببتها هذه الأزمة بين روسيا واوكرانيا طبعا زي ما احنا قلنا ان الطرح بتاع تصدير مصر للغاز لأوروبا كان في مساودة غير نهائية للمفاوضات الاوروبية ونشرتها رويترز في 12 ميو طبعا زي ما قلنا رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي اشار لهذا الموضوع في المؤتمر الصحفي وتسأل صراحة عن هذا الموضوع وقال بالفعل ان المفاوضات الاوروبية توصلت مع الحكومة المصرية لتصدير الفائد من الغاز المصري لأوروبا طبعا زي ما قلنا بسبب الاستثمارات الكبيرة اعادت مصانع اسالة للغاز ايضا منتدى شرق المتوسط وهذه العملية من الاتفاقات مع كبرص واليونان وترسيم الحدود معنا النهاردة المهندس جورج عياد الخبير البترولي اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك جورج احنا عايزين اولا نبدأ شوفي بقى عاوزة تبتدي الموضوع من الاول بسرعة نبتديه انت بتقولي مصر هتقدر تصدر مصر بتصدر مصر بتصدر فعليا بتصدر يعني واحد بليون او واحد وشوية بليون ان مصر بتنتك حوالي سبعة بليون متر مقعب او اذا مقعب زي ما المتخصصين بيقولوا مصر المصرين بيستهلكوا حوالي ستة لوحدهم الستة دي ستة بليون دولكم ان احنا بنستوردهم بتكلفتهم حوالي كانت ستة مليار دولار دلوقتي كانت تبقى كم؟ لا دلوقتي كانت هتزيد هتبقى تعدي العشرة مش معنى ان احنا طلعنا فاحنا كده احنا كأنك عاملة مشروعة بس الفلوس دي جايالك وهي بتصرف عليه هتطلعها سبعة بليون متر مقعب بس انت بتاخدي السوق المحلي او الاستهلاك المحلي ستة لكن القصة كلها ان ستة الرئيس في خمة الرئيس لما بيقولك الناس تجري بسرعة تحول العربيات لغاز تحول بلاشة بترول بلاشة كرود اويل لان الزيت الخام مكلف بالنظام من مصر واستثماراته عالي قوي ومجايبه اعلى بس يعني الحقيق يتقال عاوز اشرح لك حاجة بسرعة مصر كانت بتدعم المحروقات وكانت بتصرف من ايام الرئيس السابق حوالي 180 مليار جنيه حديك محدش بيطلع يتكلم يقول ان احنا منهم التلت كان هوا الهوا ايه حديك بتدعمي حاجة بتقفى في اشارة بالتياري الهوا يعني مصر بتدفع الحكومة مصرية على طول كان بتدفع تمن او بتدعم جزء من المحروقات اللي بيتير في الهوا ده صح وانا غلطان قاهرة كلها زحمة سكندرية كلها زحمة الدول المحافظات كلها زحمة فكنا بنخسر حوالي 60 مليار جنيه كانوا الاول 30 مليار و20 مليار لما كان الدولار ب6 جنيه دوقتي ب20 جنيه انا همتكلم على 60 مليار طيب وكان في جزء وحش جدا كمان ليس موصلش في عشيه نعم ليس موصلش في عشيه يعني مجازا يعني وكان عندنا حاجة كمان عشة 15 مليار من الدعم بتاعنا بيروح بيتهرب في الانفاء بيروح لغزة فانت عندك حاجتين بتدعميهم الهوا والاخوة في غزة ومصر بتدفع ده ودبالك محدش قال ده طيب دوقتي لما حمنا عملنا كباري والطرق الكباري دي حديك ساكنة فين مثلا متأسف يعني السؤال ساكنة مصر جديدة مثلا ليش موصلش ماشي كنت اتخذي رايحة من اكتوبر لمصر جديدة بتعود ساعتين ونص ثلاثة بتحرق بنزين كتير جدا دوقتي اتخذي 45 دقيقة استهلاكك للبنزين قال بقيت اتفاع في فلوس اكتر كقيمة لكن الاستهلاك في الاخر ايه وفارلك مطور عربيتك بقى بقى كويس لانك انت مش وقفة طول النهار في اشارات بس محدش بيقول الكلام ده الغاز بقى مهم جدا للمصر لان احنا مش دولة فيها البترول او الزيت الخام كتير احنا بننتج حوالي 500 الف برميل في اليوم بنحتاج عليهم مليون تاني فاحنا مش قواي في الموضوع ده معاين الايام الجاة هنبقى قواي لان مصر ما عنداش البيلي الكبير يعني مصر ما عنداش البيلي بيطلع لات مليون برميل في اليوم كان زمان بيطلع خمسة بيطلع عشرين بيطلع خمسين ستين مفيش الجاب مفيش البيري بيطلع كمات مهولة طيب احنا عايزين نرجع لموضوع الغاز خلينا نسمع مهندس جورج رد رئيس الوزراء على هذا السؤال المتعامل بالمفاوضية الاوروبية وتصدير الغاز لاوروبا خلينا نسمع ونرجع تاني نكمل هقولك بعد ما يتكلم عليه هقول لحدك ليه هو قال الكلام ده طيب بالنسبة لتصدير الغاز احنا بالفعل ضمن خطة يعني منتدى غاز شرق المتوسط وان مصر تبقى هي المركز لهذا الموضوع النهاردة بقى مصر بتصدر جزء من الانتاج الغاز بتاعها وفي نفس الوقت بتستقبل الغاز من الدول المجاورة وبيتعمل له قيمة مضافة من عملية اسالة واعادة ضخ في الشبكات للتصدير فخطتنا الفترة الجاية وتكلمنا فعلا مع المفوضية الاوروبية ان اي فوائد هتبقى موجودة وتبقى لتقديراتنا هتبقى بتوجه في عملية زيادة عملية التصدير في خلال الفترة الجاية ويمكن نتكلم معنا الاتحاد الاوروبي بصورة مباشرة انه يرغبوا ان كل يوم هما الاولوية في كل السفقات ان شاء الله في خلال الفترة القادمة طيب احنا نرجع تاني لموضوع الغاز مهندس جورج ونتكلم عن هذه الرحلة كل الخطوات اللي اتخذتها مصر حتى حققت الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير ايه بالزبط كده احنا عندنا شرق المتوسط عندنا مصر تبقى للمعهد الجيولوجي الامريكي احنا عندنا غاز في البحر المتوسط بيساوي 3000 مليار دولار 3000 مليار دولار احنا طلعنا ظهر وهنقدر نطلع غيره لان دلوقتي بعد المشاكل بقت فيه شركات كبيرة هي بروتش بورتيروم شغالة شال شغالة اكسون موبيل جات واشتغلت كلهم دايسين دلوقتي هذيك قلت ان فيه توافهمات مع الاتحاد الاوروبي ان ايه متجاى يركزوا في مصر لان قبل كده كان فيه شركات مش عاوزة تيجي جنب مصر عشان لو ليه ما هي لو انت انتجتي هتطلع من عبيتهم هدي قصة فيه دول وانت عارفها ما كانتش عاوزك تنتجي خالص انت انتجتي وطلعت زخري مع مين معين ايه الايطالية ايه ايه خدت خدت الرزق على نفسها وعملت الشغل ده بصراحة لكن ايام الجاية كله هيتسابق على مصر ليه مصر اقرب مكان ايوه للاتحاد الاوروبي ومصر بيعدي من عندها الغاز الاسرائيلي غاز الاسرائيلي بييجي على محطة تسيير الغاز اللي فرشيد فيه ناس فاكرة ان احنا بنستورد الغاز من اسرائيل احنا بنستوردش غاز من اسرائيل خالص احنا بناخد الغاز ونعمل اسالة بناخده ونسيله ونبيعه للدول اللي هي قلت لنا عليها ونرجع لها فلوس بس ناخد حقنا فين في مرور الغاز في اراضينا وتسيير الغاز فالناس يقول لك ايه عم انت عندك وبتضحك علينا وبتقول اسرائيل لا اسرائيل بتديني غاز عشان هي ما عندهش حلول تاني ابرس وهي دولة صديقة جدا الايام الجاية في خلال الساقة اللي من سنة هتخش في الانتاج هتدي الرشيد او 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 دومينات مش عارف بس غالبا رشيد هتدخل برد هي تاخد جزء الاستهلاك المحل لها والباقي هي تصدد مصر ابرس عاوزة تصدد للاوروبا اسرائيل عاوزة تصدد للاوروبا مصر ما عندهش مشكلة هتصدد ده حاجتهم ليه هي مصر الاقرام يعني من ناحية اللوجستيات اولي والموقع الجغرافي اسرائيل ما عندهش بص على اسرائيل ما عندهش مخرج للغاز بتاعها لو حبت تعمل ودرس تعمل خط انابيب بتاحت الميا بينها وبين ابرس ده هياخد له 7-9 سنين شغل وصعب جدا هندسيا وهيكلف 7 مليار الدولار اسرائيل عندها غاز بس اقامة مصنع تسييل غاز دلوقتي بيعدي الـ 15 مليار احنا عملنا في الرخص كان بـ 3-8 مليار فهي ما تقدرش تاخد الديسك ده وفي الاخر برضه حتطلب من مصر ان الملاك التعدي عندها لان مصر هي وابرس هم محدود الناحية دي بتاع اسرائيل فاسهل طريقة في الاخر لاسرائيل ان تتعاون معاك تقولك والله يخذ اللي غاز بتاعي بحولي سيليه وبعين فانا بقيت غازب عن اي حد انا بقيت نقطة اقليمية انا هب هب ودخول ليبي او قريب انا بقيت الهب اكتر فانتي بتحكمي دي والصراحة وزارة البترول والادارات المصرية عامل مجهود حتى في الكرود اويل بس دي قصة تانية في الزيت الخير مش عاوزين نتكلم فيها فانتي بقيت الهب لبنان عندها مشكلة او تحلت هتخش عليك بقى لانك انت عندك مقاوم اطفة طبعا الى الاردن والعراق اردن ما تنتجش انت اردن بتحاول بس اردن مش حايمة العراق هتبعتلك الكرود اويلو دي قصة طويلة لذيذة قوي بس الرايس فيها بصراحة مش جاب عشر تجوان وعدت ومحدش خد باله منها بس هو عمل شغل لكن انت بيتهب هرتكلم عنها برضو بيتهب ومعنى انك بيتهب ان كل اللي حواليك لازم يجل عندك اوبروس شايلة ايديها بتقولك مصر حبيب تتعمل ليه عوزاي وتقريبا اليونان هتعمل احنا ليسا ما عملناش ترسيم حدود مع اليونان بس اليونان نفس طريقة اوبروس هي اقوى بس يعني هتوصل لكن احنا لعندنا كل المقاومات للتجارة للتسييل العبور اي حاجة تخص الغاز مصر كان قبل ما مصر تلاقي الغاز كان فيه شركة فتحت مصرية فتحت في تركيا في اسطنبول ومش عاوز اقول اسمعش المصرين اصحابها ميزعلوش كانوا عاوزين يقوموا بالدور اللي مصر بتلاقي دلوقتي شركة خاصة استراد وبيع وتداول الغاز اللي هيطلع فشلوا لما مصر انتاجت ذكره لما الرئيس قالك احنا جيبنا جون الجون هو مش جون بس انت بقيت اقرب سوق للاتحاد اوروبي الخليج بقى بعيد عنهم مع ان انت سعر الغاز عندك غالي انت سعر الغاز عندك غالي لان دي جاباه من المياه العميقة روسيا الغاز بتاعها رخيص عشان جاباه من الارض انشور مش افشور احنا جابينهم مياه عميقة فها غالي لكن احتياجة الاحتياج لاوروبا وارباها من السوق الاوروبي ده شاي ليه بقى اوروبا لو دخل عليها الشتاء اللي جاي وما لقيتش طريقة تصالح بها روسيا او تلاقي غاز شايفين البعض بيتراجع حتى عن الاوروبيين حيموتهم من التلج التدفئة كلها في اوروبا اغلبها معتمد على الغاز الروسي ماشي لو قفل حنافية هتلج هتلجوا في الاكل لازم يلاقي طريقة النهاردة بيتكلموا مكران والتاني الالمان بيتكلموا مع بوتن رئيس بوتن عشان يسهلهم حبة حبوب فانتي بقيت الدولة محورة في كل حاجة بصراحة الغاز ده كبرنا والادارة المصرية وزارة البترول بيلعبوها صحة انتي بتدي الحاجة بوقتها بالميزان اللي انتي عاوزها موضع عليش حد ولا تدايق حد انتي بتشعر اتجارة لكن ده بالك مده وفي الاخر بتوصلي اللي تقدري عليه لكل واحد جوهرية رجائتي مصر اللي مسكة خيوط كتير شمال ويمين وتحت بس احنا شعب بيفقد الثقة كتير ما بديش ثقة اللي فوق لإدارة بنقلن التاريقة طول النهار الناس فوق عاوزين لازم نفكت فهم لان هما عندهم مشاكل واغلاب هما مش محسسين بيهم الغاز لازم يوصل اسوان لازم يوصل لقصر عشان تمنع استهلاك البنزين والديزل ده كلها دي فلوس دي كلها خطط محطوطة وزارة بتبعت تمد خطوط عشان تاكم من زهر ترمي على هناك فالموضوع مش سهل بس احسن لنا ان نستفيد منه احسن ما استورد خابر لا ما تكلف من الاستثمارات محلها كلها لانك انت لو مبدأ ده زمان ما كنتش عملت وحدتين التسهيل في مصر اللي واحدة في رشيد واحدة في دوميات ما كانش كل جالك لغاية دلوقتي لانك انت عندك وحدتين اه عندهم كان فيهم مشاكل وتشتغلوا وخصوصا رشيد اشتغلت اكتر وبقيت انت تجرة مصنعة وناقلة ومنتجة كل ده ادارة واحدة اللي عملتها طيب رؤيتك هنرجع تاني لموضوع الغاز المصري ومصر كهب في موضوع الغاز الان نظرتك ليه الازمة الروسية الاوكرانية وتأثيره على ملف الغاز ما بين روسيا ودول الاتحاد الاوروبي الحرب انا مش راجل عسكرية اتكلم فيها لكن انا اقولك تدعيات الاقتصادية والاهم ما فيها الغاز والبترول كل الاحوال اوروبا غير مستعدة تماما انها تطبق عقوبات خصوصا في المواد البترولية على الروسية هم مش مستعدين تماما وغلطوا غلطات حياتهم جم من سنين قبل ساركوزي وبريسكوني في ايطاليا قرروا ان كل الصناعات التقيلة الوحشة بتاعت البيئة دي نحنوح حولها بعيد فبقى الصناعة الزيوت زيت العباد الشمس الزيت مش عارف ايه بقيت في السفار إيست هم عندوش في دلوقتي هو بيلتم هم ممكن يبقى عندوه عباد شمس بس هم عندوش المصنعة فهم عندوش غير ايد بوتن لازم يعدل منها اللي اما الاربع سين جايين هم هيتعبوا وفعلا اوروبيين تابوا دلوقتي في مص حضرتك لما ترهن سوبر ماركت اي حد هي ازازة غالية بس موجودة عاوز عاشة خديم فرنسا بنتي هناك اه بياخد ازازتين فالمانيا ازازة سبحان الله يا رب احنا اللي بقين عندنا كتير اي نعم غالي انا ما قلتش النخيص ما تكلمتش على السعر بس موجود الغاز طبيعة البترول بيكبرك يعني ايه بيكبرك بيخليك تفهمي اكتر لحواليك احنا سنين طويلة عادين نجري نجيب دعم نجيب لغيف العيش نجيب امح دلوقتي احنا بقينا دولة بتصدر دولة لها كيان دولة بتصنع فالغاز الدكي هيبة انا بسميها هيبة سيبك من الدولة تانية انا ما ليشتع فالغاز او الطاقة في العالم هي اساس حرب هي اساس سلام فاعتقد ان السنتين جايين بوتن هيبا كاسبان والحرب ولا فنلندا هتخش الاتحاد الاوروبي ولا السويدة هتخش لا اولا كان سؤالي تحديدا بملف الغاز وزاية عام الاوروبيين مع هذه المسألة وحنا قلنا انه بساولك على حاجة اخير الغاز بيجي لاوروبا من نحيتين بيجي من بوتن وفيه خط كده من الجزائر بيروح ايطاليا ويطاليا ما بتتكلمش ليوني كتير عشان ايه هي مش هارزة تفتح بوق الجزائر عشان ما تقفلش عليها لان الجزائر علاقاتها حالة بروسيا طيب لو روسيا قفلت والجزائر قفلت انت الوحيدة اللي عندك حبة بس ادارت اديهم انت كمصر طيب احنا هنروح لفاصل ونركح نشوف كمان الاتفاقيات اللي عملتها مصر وخصوصة مع العراق ايضا فيه مجالات تتعلق بالغاز وغيره بعد الفاصل موسيقى موسيقى بنرحب حضراتكم مرة تانية ومعانا المهندس جورج عياد الخبير البترولي وبنتكلم على كل الاتفاقيات المتعلقة بالغاز زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل على الاتفاقيات سواء مصر توصل غاز للبنان بعد طبعا المرور بسوريا ايضا عن طريق الاردن كمان اتفاقيات تتعاملت مع عراق عايزين نعرف بشكل سريع وصلنا لفين في الموضوع ده احنا تقريبا خدنا موافد سوريا وطبعا اردن كان لها عامل كبير ان احنا قدر ندي لبنان كدولة شقيقة غاز وفي نفس الوقت احنا عندنا معاهدات او اتفاقيات مع الجانب العراقي ان احنا نستخدم الزيت الخام من عنده فده خليه بس على جنب لكن احنا عاوزين نبص بسرعة كده ليه الاتحاد الاوروبي بيحاول يخلي مصر تنتج بدري لانه عارف الاستكشافات اللي موجودة وفي الشركات بتاعته بريتش بوترولا وشل الناس الاوروبيين عاوزهم يكتروا يشتغلوا معا انهم قبل 2013 ما كانوش عاوزين يساعدوكي يعني فوق السلوم كده في بير كبير وده اعتقد انا مش يعني مش واثق في الموضوع ده هو كان بير كبير اعتقد انه هيبتدوا بيه وهيجي الايامها دي كتقولي دي للنبير ده كبير ولو الشل ساعتها او الشركات العاملة كانت اشتغلت بزمة كنا زمان نطلع لكن الاتحاد الاوروبي هيشتغل على البحر المتوسط على الشرق المتوسط للنبيرين تاني تلاتة تاني هتقدر يتغطي اوروبا يعني وده المهم استثمارات كبيرة انت ميش هتقدر يتدفع حاجة اذا هنا نختم بالحديث عن اهمية منتدى شرق المتوسط تأسيس هذا المنتدى هو لا شك فيه انا قلت هديتك ان منتدى ده لازم لازم يكون بصورة قوية جدا وتكون مصر مصر وانا عارف مصر بتعمل كده مصر ليه اليد العليا دلوقتي بس مصر يعني الحقيقة بقت مؤدبة زي انا عارزهم يعني بتحتلم اللي حواليه فمنتدى البحر المتوسط ده المراضي حيبا ليه 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 رؤية مختلفة وقوية زي ما قلت هديك فيه امور سياسية او مش راجل سياسية اتدخل فيها لكن الشهور الجاية او السنة الجاية حديك هتشوفي من سنة لسنة ونص خريطة الغاز في البحر المتوسط بتتغير بس تعاوزها الفتل نظر حديك حاجة البحر الاحمر تحت فيه البيان الاقليمية اللي بينا وبين السعودية فيها تكهنات وفيها احداثيات ان فيه عندنا غاز طبيعي كتير هناك الميزة في البحر الاحمر ان العمق بتاعته قليلة ميزة البحر المتوسط يعني تلاقي الغاز او بتروف عمق اقل في البحر المتوسط عميق عشان كده غادي فانت حواليك في البحر رزق خير بتاع ربنا كان جنوب البحر الاحمر او الشرق البحر المتوسط لكن الحاجة اللي لازم نأكد عليها اتحاد اوروبي ما عندوش حلول غير حضرتك دلوقتي انا بشكرك جدا المهندس جورج عياد الخبير البترولي شكرا جزيلا لك شكرا حزيزي جوني وان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية شكرا 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 شكرا